اذا اعزائي المشاهدين السلام عليكم معكم باسكرا بكليم القناة بايربونت كولوجي اذا اليوم نأتي بدرس جديد حول الحركات في ماكروسوفت بايربونت هذا الدرس مهم جدا 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 خاصة الطلبة الذين هم على بواب التحروج فقط نقوم بتشغيل النماذج هي ثلاثة نماذج فقط تحكم هذه ساعة مكة وهنا الجسر وهنا مدينة الان اركزوا معي جيدا في اي حركة اقوم بها الان فقط نذهب الى هنا شريحة هنا جديدة هكذا ثم بعد ذلك نذهب الى جهة الادراج نقوم فقط بوضع مستطيل فقط مستطيل هكذا مستطيل هكذا اقوم بتغيير الزاوية الى هكذا تغيير الزاوية الى هكذا اقوم بوضع اي لون تجدونه مناسب انا شخصيا سوف اضع هذا اللون هذا اللون هذا اللون فقط هنا تكبيل قليلا هكذا 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 ممتاز المهمة الاولى قد انتهى منها الآن فقط اقوم بجلب النص انتم احرى في وضع اي نص تجدونه مناسبة فقط نسخة نسخة هكذا ممتاز الآن الشكل اقوم بتغيير مستطيل اضع هنا فقط الديكور فقط ذل فقط ذل من جهة اليمين فقط هذا الديكور فقط انتم اسم مجبارين عليه فقط الآن المرحلة الاولى قد انتهى منها الآن عكزوا معي جيدا نقوم بضغط على في لوحة فتح نبقى ضغط على لتجميع جميع العناصر الآن نقوم بضغط على نقوم بضغط على يمين فأرة تجميع انظروا اصبح الشكل مجمع وعيد نبقى ضغط على نقوم بضغط على الشكل المساطين نقوم بضغط على كتابة كلهم نقوم بضغط على تجميع العناصر انظروا اصبح الشكل مجمع انظروا الآن المرحلة اولى قد انتهى منها هذا الشكل نضعه جانبا لان لا اهتم به سوف نرجع عليه فيما بعد الآن حركة الصور اقوم بجلب اي صورة تجدونها مناسبة اي صورة هذه الصورة مثلا نقوم بتكبير قليلا هكذا تكبير قليلا هكذا ممتاز الان ركزوا معي جيدا فقط تصغير قليلا نقوم بالضغط على جهة الحركات اقوم بالضغط على السهم الصغير هكذا نذهب الى مزيدا من تأثير ثم نقوم بالضغط على تصغير اساسي تكبير تصغير اساسي هكذا نقوم بالضغط موفق بعدها خيارات التأثير خيارات التأثير نقوم بالضغط الى الخارج لكي يقوم بالإدخال الصورة الى الخارج هكذا انظروا لكن انظروا الدخول اصبح سريع دخول الصورة سريع جدا وهذا سيء اريد الآن ابطاء من صورة الدخول ابطاء من حركة الدخول اذا نقوم بالضغط على الصورة نذهب الى هنا جزء الحاركة نقوم بالضغط الصورة يمين الفأرة هكذا خيارات التأثير التوقيت نقوم بالضغط هنا فقط ثلاثة ثوانية فقط هكذا انظروا اصبح دخول الصورة بطيء انظروا انظروا الآن قد انتهينا من هذا الجهس الان ركزوا معي جيدا فقط نقوم بجلب المساطيلة هكذا هكذا واحضر الى المقدمة هكذا احضر المقدمة وبعد التعديلات فقط بعد التعديلات انظروا ممتازة الآن فقط نقوم بالتجربة انظروا اصبح شبه جاهز اعيد الآن نركزوا معي جيدا اريد ادخال الحروف او ادخال النص والصورة في وقت واحد لفعي ذلك نقوم بالضغط على الشكل هذا الشكل نقوم بالضغط على تحريك لداخل ونقوم بالضغط على هنا خيارات التأثير ونختار دخول من جهة اليسار دخول من جهة اليسار انظروا والآن فقط تجربة انظروا وعيد الآن اريد ادخال هذه الحركتين في وقت واحد ادخال هذه الحركتين في وقت واحد لفعي ذلك نذهب إلى جزء الحركة هنا ونقوم بالضغط على الشكل الأول الشكل الثاني نقوم بالضغط على كنترول الشكل الأول الشكل الثاني كلهم يمين الفأرة والبدء مع السياق فقط الشكل هذا او الحركة المستطيلة اقوم بتأخير دخولها قليلا فقط جلبها فقط قليلا الى اليمين فقط ممتاز واخيرا قد انتهينا الآن فقط نقوم بالتشغيل انظروا اصبحت دخولها تلقاء الى جميع العناصر انظروا وعيد لآخر مرة اذا قد انتهينا ها كان معكم باسكراب الكريم من قناة باربوانت كوليج لا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم في رعاة الله وحفظه